مولاي قالوا لي أنك ناديتني على موضة أحكي لك قصة من قصصي أبدا هل حبيت القصص اللي أحكيها يا مولاي أغاني بكل سرور أحكي لك قصة ثانية اسمها الخاتم السهري اسمع يا مولاي كان يا مكان في قديم الزمان سهل في العصري والأكوان لحتى كان كان في امرأة كان أتى ولد واحد كان اسمها سميث وكان عندها زوج لكن زوجها توفة وكانوا يعيشون بغاب ومعتهم غير كوخ صغير فلما يا مولاي فلما يا مولاي مات الأب ما ترك لهم غير ميتين فلورنس طبعا الفلورنس كانت هي عملتهم في هذا السمن يا مولاي فبقى فبقى حد الأيام والدة سميث قالت له انه هي تبحثة للسوق على مودي يشتري أكل المدة سنة كاملة لأن كانت رح تنطي مئة فلورنس لأن المئة فلورنس كانت بزمنهم يعني قيمة مادية مو صغيرة فبعدت سميث للسوق على مودي يشتري لهم أكل يكفيهم سنة كاملة فلما يا مولاي راح سميث للسوق هو ويمشي شاف لحامين اللي يقطعون اللحم شافهم رابطين كلب صيد ويضربوه ويعذبون به فرمز لهم سميث شنو الذنب اللي يمسوي هذا الكلب حتى تعذبوه بهذا الشكل فقلوله انه هو قاعد يسرق لحم من المحل كل يوم سميث فقال لهم سميث انه بدال ما تعذبوه بيعوه واني اشتري من اتكم فاحد القصابين قال المارتن انه هو ما راي بيع بسعر يكون كلش رخيص فقال له تنطيني مئة فلورنس سميث ابيع لك الكلب والمئة فلورنس كانت والدة سميث هي لدى الزادوية على مد يشتري اكل فسميث وافق وعطاه المئة فلورنس واخذ الكلب وياه لان سميث يا مولاي بطبيعة كان جدا يحب الحيوانات ويعدني بيهم فلما رجع للبيت طبعا والده وبخده هوايا لانه ما اشتري اكل وانما جاب لها كلب فسميث اعدنى بهذا الكلب وخلا برا البيت باليوم الثاني انططى والده سميث المئة فلورنس الباقية وقلت له انه يشتري اكل يكفيهم المدة سنة لما رجع راح للسوق سميث شاف احد الناس شايل قطة وحطب قفص وياخذه المكان فقل له وين ما اخذ هذه القطة؟ قل له راح اخذها واغرقها بالنهر فقل له حرام عليك شنو اللي سوت هذه القطة عندما تغرقها بالنهر قال انه هي صادت واكلت احد اللي يسموه البطة اللي كانت عند هذا الفلاح فسميث فسميث حزن بقلبه وقل له بدان ما تغرق بالبحر اني اخذه وبيعني اياها فرجع اجعل شخص وقل له ما راح ابيعلك يرأى بمئة فلورنس فتخيل يا مولاي انه سميث نقطة ضعفة انه يشوف احيوان ويتعذب فانطال مئة فلورنس واخذ القطة وجابها للبيت وطبعا امه لسميث وبخدت جدا جدا وطردتها من البيت وقلت له انه يروح يشهد او يشتغل شيء لانه ما هي مدول من الجوع على هذه الحالة فرجع سميث للسوق واشتغل عامل على يد احد الاشخاص اللي قال له انه ما راح يتفعل الفلوس الا بعد اسبوع من شغلة يعني وقل لهو ما راح يتفعل فلوس وانه ما شيء ثاني فسميث اشتغل مده اسبوع وبعد ما انتهى الاسبوع دخل على الحضيرة وقل له اكو كيسين كيس بي رمل وكيس بي فضة معادن فضية فقل له سميث اي واحد اختار بهم هو اليك لكن يا مولاي حكم سميث ما عنده خبرة حياتية قال النفسه انه كيس الرمل اكيد فيه بقوبة او جوام خبه شيء احسن من الفضة ولا ليش واحد يخيرك ما بين فضة ورمل فاخذ كيس الرمل ومشي به وللأسف هذا الكيس كان مجلد رمل ما كان بي اي شيء ثاني فهو وتيرجع للبيت شاف نار بالغابة وعلى هذه النار شاف حية مربوطة والناس هذه تتحاول تهرقها يعني لكن ما شاف انه اي احد حواليها فلما شافها طلعت الحية تتكلم وقلت لرأسا انقذني يا سميث اذا انقذتني وحاكافك بشي ما يتخيل عقلك فطبعا سميث لان رقوفه حنون شعل الحية وانقذها ولما انقذ الحية وبسرعة هذه الحية يا مولاي تحولت الى امرأة جدا جميلة فقلت لانه هي بنت ملكة جان وهم يعيشون تحت الارض وانه هي صار الهم مختفي عن اهلها صار فترة كلش طويلة فقلت له رح اخذك عند والدي وكيد والدي رح يقافك فقلت له اقول لك على السر فقالت اي شي يقافك بي والدي لا ترضى بي وانما اسأله على الخاتم الموجود بايده لانه قلت له ذا خاتم سهري وكل ما اخذته من ايدك وخليته بهذه الايدة الثانية انه كان ما قعدت لها سيطلع لك 12 رجل و اي شي تقول لهم عليه سيجيبوا لك ياه فاخذته الى مملكة الجان واللي كانت تحت الارض ولما شافها سميث والد هذه البنت قال له انه رح يكاف ابي شي هو يريده فسميث قال له يا مولاي انه هو ما يريد اي شي غير انه لو تتفضل وتنطيني خاتمك اللي انت لابسه فالملك استغرب لكنه قال انه كان عند وعده وانه ما رح يخيب ليناقذ بنته فانطه الخاتم ورجع سميث الامة هو كلش فرحان ولما استغدام الخاتم طلع الاثناش رجل وقل لهم انه هو يريد اكل فبسرعة انملأ المكان اكل طبعا والدة سميث ما صادقت هذا الشي وكانت كلش فرحانة بعد معاناة من الى الجوع والالم والفقر فالجال سميث بطلب كلش غريب وقل لها تروحين وتخطبي لي بنت الملك فوالدة قالت لشلون حيخطب لك بنت الملك فقل لها ولا يهمك انتي مجال تروحي وقل لي له انه ابني رايد بنتك فلما يا مولاي راحت الوالدة فالدة القصر الملك وبعد معاناة قدر الملك يشوفه ولما طلبت ايد البنت طبعا الملك كلش سخر من ايدها انو انتي من عامة الشعب وتطلبين ايد بنتي فقل لها اني راح انطي بنتي بس بشرط واحد قالت لشنو قال من هزة الى باشر بنفس الوقت يعني خلال 24 ساعة اريد ابنتك يبني لي قصر كلش جبير مجاور قصري ويكون هذا القصر متصل قصري عن طريق عن طريق جسر مصنوع من الكريستلز ويكون من اليمين ويسار هذا الجسر اشجار بها تفاع من الفضة والذهب وعلى اخصان هذه الاشجار لازم يكون اكو طيور من الجنة وقللها على يمين هذا الجسر لازم يكون اكو كنيسة عدا خمس قبب مصنوعة من الذهب وقللها بهذه الكنيسة وقللها صحيت الصبح وقللها وقللها وقللت كل هذا مبني وخالص من تهي فقللها انت واعدني ازوجها بنتي فلما رجعت الامها زينة وقلت للابنة انه هذا كان طلب الملك لكن اسمت لي انه عند الخاتم استخدم 12 رجول اقللهم على هذا الطلب فقلوله انه باتشر بنفس الوقت رح يكون كل شي من دي فلما يا مولاي صحى الملك الصباح وشاف من ام شبابيكه رفته لاقى مطلبة موجود لاقى القصر والجزر والكنيسة والاشجار اللي بها تفاح من الفضة والذهب استغرب كل الاستغرب وطلب انه يشوف مارتن على قد يشوف منه هذا الرجل اللي كدر يبنيه تشي بيوم واحد بس فلما شاف مارتن قرر انه زوجه بنته فتزوج مارتن وعاش بهذا القصر لكن هذه البنية كانت ما تحب السميث فسميث كان يعرف انه زوجته ما تحبه ولا كانت طيقة وكانت دائما تدور على شي على مود يخلصها من عنده فبقى حد الايام هي والتراقب سميث لكتى يستخدم الخاتم بيده ويتكلم مع 12 رجل وهذا الشي انه ايشي يطلبها كان يشوفها قدامه فقررت زوجته انه تتخلص منه ولما كان السميث نايم باحد الايام اخذت الخاتم من ايده واستخدمت الخاتم وقلت لذولة 12 رجل انه هي تريد غدا الصباح يكون كل هذا القصر مختفي وبداله يكون اكوكوخ كلش صغير وفقير وهي يبعثوها الاقصى او ما بعد ما كان في الدنيا اللي فيه ملك اهم كلش كبير بالعمر وانه يسكنوها بهذا القصر ويستقبلها الملك ويعاملها كبنت من بناته فالثناعش الرجل كانوا دائما يطيعون الانسان اللي وياه الخاتم فطاعوها يا مولاي ولما صح الصباح الملك شاف ماكو لا قصر ولا كنيسة ولا بجزر ولا ايشي فبعث وراء سميث وجاب لها القصر وسأله وين القصر وين بنتي فسميث ما قدر يجاوبه لأنه ما يريد يقول أنه كان أكو خاتم وهذه قصة الخاتم فقرر الملك أن يعاقب سميث ويحبس يا مولاي بمنارة عالية ويتركها بالمنارة إلى أن يموت من الجوع فيا مولاي اخذوا سميث للمنارة وتركوه هناك لكن يا مولاي الإنسان اللي يسوي خير بالدنيا ما يقير فمنه اللي إجا يساعد سميث كان الكلب والقطة اللي هو أنقذهم من الموت فإيش سوو راحوا للسوق ولما شافو أكو اللي بيها خبز كان حاطة الخبز بصينية ويمشي ويصخ على رزقة فإجا الكلب والقطة بين رجله وخلوه يوقع ووقع الخبز منه ولما وقع الخبز قامت القطة والكلب يشيلوا واحد ورد ثاني وسرقوا فلما سلقوا الخبز يا مولاي بحكم إنه القطة تقدر تتسلق مسافات كلش طويلة أخذوها يا مولاي وتسلقت ومن شباك المنارة انضعت الخبز لسمات وقلت له خليك فيك لمدة شهر لأنه نحن نروح وندور على زوجتك فهي لأنه قصة خيالية يا مولاي بعد فترة منه الكلب والقطة يبحثون على هذه الأميرة ويسألون الناس ويتشيل إلى أن تدله المكانه واللي كان قصر بعيد كلش وهي عايشة بي فبأحد الأيام تسلقت القطة وشافت هذه الأميرة نايمة وبإيدها الخاتم فاجت القطة وزرقت الخاتم من الأميرة ولما سلقت الخاتم يا مولاي فاجعوا وتسلقت للمنارة وعطت الخاتم لسميث وطبعا سميث فرح كلش ولجع الخاتم وأمرهم أنهم يطلعوا من المنارة ورجع للملك وحكى لها القصة كاملة أنه بنته زود هذا الشيء كله وسرقت الخاتم وهذه كانت القصة فقرر سميث أن يلجع لبنية فلما رجعها حكى لأبوها الملك عن اللي يسودها بسميث فقرر الملك أنه يؤمر سميث أنه يسامح زوجته وأنه يعيشون من جديد بسلام وأنه زوجته ندمانة أو قررت أنه خلاص تعيش مع سميث لو هو سامحها ولأنه سميث يا مولاي بحكمة كلش أهم وسامح ورقوف قدر يسامح زوجته ويعيشوا بهذا القصر اللي يلجعه من أول وشديد مع الجسر والأشجار وكلش بي فعاش هو زوجته بسلام وحب وصار عدو صبيان وبنات وهذه كانت القصة يا مولاي إن شاء الله تكون هاش بدك يمكن المغزى أنه الإنسان اللي يسوي خير بهاي الدنيا ما يضيع أبدا خاصة لما يساعد حيوان ما إلا ذنب بأي شي لا عنده صوت يتكلم به ولا عنده شي يدافع عن نفسه بي فالرقف بالحيوانات يا مولاي هو أحد الأشياء اللي الله أحكافك عليها نعزد يا مولاي حاضر يا مولاي سأرجع ولو تريد قصة جديدة ناديلي لأنني أندي قصص ما تنتهي تصبح على خير يا مولاي سأرجع شكرا